بعد عمليات بسرطون كتائب الثوار تفاجئ عصابات الأسد جنوب إدلب وتركيا تمد حبال الوصال للأسد وتتهيأ لجلسة على مستوى وزراء الخارجية مقتل شخصين برصاص ميليشيا قصد بدير الزور شرق سوريا والشرطة الفرنسية تشتبك مع قاتل مجهول في باريس بعد طعنه لستة أشخاص أهلا بكم اقتحم إنغي ماسيو الفتح المبين اليوم مواقع عصابات الأسد في محور كوكب بريف إدلب الجنوبي نتج عنه مقتل وجرح نحو سبعة عناصر واغتنام أسلحتهم وكانت كتائب الثوار قد أعلنت يوم أمس عن عملية مماثلة على محور بسرطون غرب حلب أسفرت عن قتل وجرح العشرات من ميليشيات الأسد أكد مسؤول تركي أن بلاده وروسيا وعصابات الأسد يتجهزون لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية خلال الشهر الجاري وأوضح المسؤول أن الاجتماع سيتناول قضايا سياسية بعيدا عن الوضع الأمني وسيمهد هذا الاجتماع الطريق للقاء الرئيس التركي مع رأس النظام المجرم أفاد مراسل نهر ميديا بمقتل شخصين في قرية التوامية شمال شرق دير الزور جراء مدهمة عناصر ميليشيا قسد لأحد المنازل مدعومة بغطاء من قوات التحالف الدولي وفي سياق مختلف قصف الطيران المسير التركي سيارة لعصابات قسد على طريق القامش للحسكة أسفر عن سقوط قتلى وجرحة أظهرت بيانات جديدة انهيار الجنيه المصري إلى ثلاثين جنيها أمام الدولار الواحد وذلك لأول مرة في تاريخه فيما أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء بارتفاع تضخم الأسعار لأكثر من واحد وعشرين في المائة متجاوزا بذلك توقعات المحللين في خبرنا الأخير من فرنسا أصيب عدد من الأشخاص في إحدى المحطات الرئيسية في العاصمة الفرنسية باريس إثره هجوم بسكين نفذه شخص مجهول حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسية أن حصيلة عمليات الطاني بلغت قرابة ستة جرحة من جهتها قالت وسائل إعلام أن منفذ لجوم نقل للمستشفى بعد إطلاق النار عليه من الشرطة الفرنسية